أهلا بكم شعب عظيم كتب في مثل هذا اليوم تاريخا عظيما بأن حمى شعبه من الاختطاف بأيدي جماعة ظلمية أهلا بكم وذكرى يوم مضيء من تاريخنا يستطيع أن يكون معنا في هذه التغطية المستمرة على شاشة التلفزيون المصير الاحتفالي بالذكرى العاشرة للطورة الثلاثين من يونيو الكتب الصحفي جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أهلا بحرائك أستاذ جميل أهلا بحرائك يعني في البداية عشر سنوات مرت على طورة الثلاثين من يونيو المجود الذي تم على الأرض يتخطى هذه العشر سنوات بمراحل كبيرة يعني استطاعت الثلاثين من يونيو وطورة الثلاثين من يونيو أن تحافظ على الهوية والدين والتاريخ لهذا الوطن والشعب العريق في البداية نبدأ من حيث استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمته بالتأكيد على ما حققته ثلاثين من يونيو ومقتصبات الثورة وبدايتها الحفاظ على الهوية هذا يجعلنا نطرح سؤال مهم للغاية ماذا لو لم تطلع الجماهير والملايين الحاشدة في كافة ربوع الوطن ربدا لحكم جماعة متطرفة ماذا لو في البداية طبعا كل سنة والشعب المصري كله بخير بمناسبة أعظم ثورة شهدتها الدولة المصرية لاقتلاع جماعة إرهابية وتنظيم إرهابي اختطف الدولة المصرية واختطف الحكم للأسف شديد لكن الشعب المصري كان عنده الرؤية وكان عنده الانتماء لدولته كان عنده الشعب المصري عايز يحافظ على بلده يحافظ على هويته من هذه الجماعة الإرهابية اللي ساعد بكل ما قوتت من قوة إنها تفرق بين طواقف الشعب المصري إنها تسعى إلى إحداث صدام بين الشعب ومؤسسات الدولة زي قوات المسلحة زي الشرطة المصرية ساعد أيضاً الهجوم مش على تفرق بين المسلمين والمسيحيين ولكنها هجمت المسلمين وهجمت المسيحيين زي ما هجمت الكاتدرائية هجمت أيضاً الأزهر وشيخ الأزهر إذن كانت عايزة تعمل تفرق بين الشعب وبين طواقف الشعب المختلف لكن الشعب المصري لما انتفض في 306 هو كان بيحافظ على هويته بيحافظ على دولته عايز هذه الجماعة الإرهابية تبتعد عن الحكم لاستكمال مسيرة الدولة المصرية والحفاظ على الدولة المصرية والحفاظ على وحدة ولحمة الدولة المصرية ماذا لو هذه الجماعة كانت استمرت ما كانش فيه 36 أو عدة 36 كانت الدولة المصرية ستدخل في نفق مظلم كبير جداً كانت للأسف شديد هيحصل اقتتال داخلي بين أبناء الشعب المصري السياسات التي كانت بتلود بها الجماعة الإرهابية قد تفضي إلى أن يكون اقتتال داخلي ونشهد الدولة المصرية مثل دول محيطة هو كان الهدف كان الوصول لهذه النقطة أن أنت توصل إلى اقتتال داخلي أنك يتم تصنيف المصريين مع الجماعة أو ضد الجماعة كان الهدف أيضاً محاولة شق الصف بين المصريين بعضهم وبعض حالة من العنف بين المواطنين المصريين وده اللي احنا شفناه أمام الاتحادية وأمام العديد وفي مدان التحرير وفي العديد من الميادين ومحاولتهم محاصرة المحكمة الدستورية ومحاصرة المدينة الانتاج الإعلامي لإخراس الألثناء كما هم توقعوا أو اعتقدوا أن احنا هنحاصر هذه المنطقة على أساس أن الناس ما تتكلمش هم اعتقد أنه هو ما فيش حد هيتكلم ما فيش حد هيوصل صوته الحقيقي لكن الشعب المصري كله انتفض والشعب المصري كله قدر أنه هو يوصل صوته الحقيقي في 306 ومن قبل 306 أيضاً من خلال المظاهرات اللي كانت موجودة في الشوارع المستمرة من خلال حركة تمرد اللي تم العمل عليها بشكل كبير من خلال العديد من المواقف اللي تمت داخل الدولة المصرية وصولاً إلى 306 طبعاً كانت بتسعى هذه الجماعة إلى شق الصف زي ما بقول لحضرتك الوصول أنه هم خلق الانشقاقات داخل الدولة من أجل سيطرتهم على الحكم بشكل كبير طيب سيد جمال يعني دعنا نأخذ من رسائل سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بدور الشعب المصري وضربه لأروع الأمثال في الانتماء والحفاظ على هوية الوطن والخروج إلى الميادين والتصميم اللي يعود إلى بيتي إلا بإنهاء حكم هذه الجماعة المتطرفة والحفاظ على الهوية نحاول أن نذكر نحن دايماً الذاكرة قد تنسى أو نتناسى من يحاول نتناسى بمحاولات التغيير للهوية المصرية أعتقد أن من مكتسبات أو أولى المكتسبات لثورة الثلاثين من يونيو هو الحفاظ على الهوية وأيضاً الحفاظ على الدين لهذا الوطن هو بالطبع الحفاظ على الدين ده كان أهم شيء مصر لها هوية خاصة مصر دولة وسطية في الدين الإسلامي مصر ما تعرفش التفرقة بين مسلم وبين مسيحي مصر لا تعرف الطائفية يعني ما عندناش حتى أزمات بين حررت أتذكر الجدل اللي كان بيثار في هذا التوقيت ما ينفعش تقول لأخوك المسيحة كل سنة وانت طيب وكانت تصميم ولغة حام وبيخرجوا في فضائياتهم يهجموا الإخوة المسيحيين وما تعيدوش عليهم وكان في محاولة زي ما بقول لحضرتك حالة غريبة على الدولة المصرية حاجة غريبة على الشامل وكان بعض كان بيحرم حتى الأثار الفرعونية وكانت تلقى تفاصلها شهيرة ساعتها نحن نعمل وشه بالهول بالشمع عشان نطلعه من الوثنية وما إلى ذلك هو كان فكر ضال للأسف الشديد كانوا عايزين يدخلوه للشعب المصري لكن الشعب المصري زي ما قال سيادة الرئيس حافظ على هويته حافظ على ثقافته أيضا حافظ على الدين الدين الإسلامي بالذات لأن الدين الإسلامي وسط ولا يعرف العمر ولا يعرف التطرف ولا يعرف كل ما حاولوا أن هم يصوروا أو يبعتوا هم عايزين كانوا يرجعونا لعصور الجاهلية ما قبل الإسلام مش الإسلام لأن الإسلام دين سمح ولكن هم كانوا عايزين يرجونه كانوا عايزين يحدثوا حالة من الانشقاق وأنه هم أصحاب الدين هو اللي معاهم هو يمتلك الدين أنا مسلم إذن أنا مع هذا التنظيم الإرهابي وأنزل وتظاهر معاه ووقف معاه لكن الشعب المصري ككتلة واحدة حافظ على دولته حافظ على هويته حافظ أيضا على المكتسبات التاريخية اللي اكتسبها وحافظ أيضا على ثقافته لهذا السبب إحنا شفنا في 36 الملايين نزلت في الشوارع كلها وكان عندهم تصميم قوي أنه هو محدش هيرجع ومحدش هيسيب الميادين إلا لما هذه الجماعة بالفعل تترك للحكم هذه الجماعة بالفعل يجب أن تبتعد تماما عن المشهد داخل الدولة المصرية وكانت فعلا هذه بداية الانطلاقة بداية الانطلاقة لانتهاء هذه الجماعة زي ما احنا شفنا مش في مصر فقط ولكن على مستوى العالم ككل شفنا أيضا أن مصر رغم أن الشعب نازل وهو عارف أن فيه مخاطر كتيرة هتواجهه المخاطر اللي هتواجهه دي أنه هو رفض تهديدات هذه الجماعة الإرهابية لما كانوا بيهددوا ويقولوا هينزل هنرشوا بالدم وأن المواطنين المصريين هيسحقوا في الشوارع وتهديدات كبيرة جدا وتهديدات أيضا بتنفيذ عمليات إرهابية في سينة وداخل الدلت محافظات الدلتة كان كل دي تهديدات لكن الشعب المصري نزل وعارف أن فيه محاطر شديدة من خلف نزوله ده ولكنه نزل ووقف وعصر على ذلك على حتة التضحيات اللي قدمتها القوات المسلحة وقوات الشرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي والقضاء على هذه الجماعة سواء أمنيا أو فكريا لكن يعني حررك ترى أو تحدد إمتى من أي نقطة بدأ الشعب المصري وإرهان على وعي الشعب المصري فأن هذه الجماعة تمثل خطورة على كيانه تمثل خطورة على هويته جماعة ظلمية تتبنى فكرا غريبا عن الشعب المصري هل ترى من أول اعتلاء هذه الجماعة للسلطة والحجد في ميدان التحرير والتهديد بأنه إذا لم يفز مرشحهم سوف يقومون بقلب البلاد رأسا على عقب متى شعر الشعب المصري بأن هذه الجماعة تمثل خطر كبير على هويته وأنها تتخذ من الدين سطارا للأسف للترويب الفكريح هو البداية طبعا أنهم كانوا تواجدوا في ميدان التحرير وأصروا على إعلان نتيجة فوز مرشحهم في الانتخابات وهددوا أن إذا النتيجة طلعت معاكسة هيكون فيه أزمة داخل الدولة المصرية وأزمة في الشارع المصري وهو ده اللي احنا شفناه خلال هذا الوقت وأن الرئيس اللي تم انتخابه أن يرفض أن يقسم اليمين أمام المحكمة الدستورية وبيقسم فيه الشارع وبيقسم فيه الميادين بعيدا تماما عن الأعراف والتقاليد الدستورية المصرية السعي إلى كسر كل السواب الدك للدولة المصرية زي ما قلت لحضرتك بداية أنه رفض أنه يقسم أمام المحكمة الدستورية ولكن الدستور يمنع طبعا ذلك فلهذا السبب اتجه إلى المحكمة الدستورية من بعدها بقى محاولات زي ما هم كانوا بيطلقوا عليها محاولات التمكين اللي هو أخوانة كل مؤسسات الدولة العمل على كل من هو معارض لهم إذن هو يجب أن يتم استبعاده تماما من كل الأماكن ومن كل المواقع محاولة زي ما قلت لحضرتك محاصرة المحكمة الدستورية محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي التهديد والوعيد المستمر في قنواتهم الفضائية بلا الشعب المصري كل ده الشعب شعر بذلك وأكد على أنه لن يسكت أمام هذا الطيار هذا التنظيم الإرهابي وإحنا نتذكر أيضا كان في العديد من المواقف اللي رفضها الشعب المصري ورفض دعم هذا التنظيم الإرهابي ولو نتذكر منه المشهد اللي كان في استاد القاهرة من محاولة طمس نصر أكتوبر وأن محمد مرسي يركب العربية اللي هي بتاعة الرئيس الراحل الأمر السادات ويمر بها ونشهد قاتل سيد الرئيس ونشهد بأن اللي قاعدين في المأسورة من استادهم قتل هم اللي نفذوا حدث المنصة من بعدها طبعا لو شهدنا المؤتمر اللي عقدوا في استاد القاهرة اللي هو دعم سوريا وكان بيدعم التنظيمات والجماعات الإرهابية في سوريا دي حاجة بعيدة كل البعد عن الدولة المصرية بعيدة كل البعد عن الشعب المصري والشعب المصري كان رافض تماما كل ما ينفذه هذا الرئيس وهذه الجماعة لأنها غيرت من الهوية المصرية غيرت من الوضع داخل أو ساعة أنها تغير من سماحة الشعب المصري وحاولت أن هي تدرب ثوابت الشعب المصري اللي هو كان رفضه تماما طيب خلان ننتقل إلى فورة الثلاثين من يونيو وما أحدثتهم وقتها كان يظن البعض أن مصر نزلت إلى شرك كبير وأنها حينما تقوم مرة أخرى محتاجة وقت كبير جدا لكن سرعان ما استطاعت الدولة أن تلملم مفاصلها من الداخل إعادة بناء مؤسسات الدولة من جديد والوصول بخطوات سريعة ووثقة للتعامل مع الجماعات الإرهابية مع التفجيرات مع حالة الحالة التي كانت موجودة أن ذلك وصولا إلى مشروعات قومية وتحرق على مستوى كافة الأصعادة في كافة المحافظات للوصول إلى بناء الجمهورية الجديدة إزاي استطاع المصريون أن يوجدوا هذه المعادلة أن ينهو في ذات الوقت على جماعة متطرفة ويحاربوها وفي نفس الوقت مثلما يقولون أو الشعار الشهير يد تبني وأخرى تحمل السلاح هو عايز أقول لحضرتك أن من بعد 36 كان مرت الدولة المصرية بظروف في غاية الصعوبة صحيح غاية الصعوبة على كافة المستويات داخلين وخارجين داخلين وخارجين على المستوى الداخلي كان الاقتصاد المصري منهار كانت البنية التحتية بالكامل منهارة كانش فيه احتياط نقدي في البنك المركزي كان للأسف الشديد كل البنية التحتية ما فيش محطات للطاقة ما فيش وقود الكهرباء احنا زي ما كنا شايفين الانقطاع الكهرباء بالشكل يومي تصل إلى 20 ساعة في اليوم كل ده كان فيه أزمات داخلية ما فيش بنية تحتية داخل الدولة بجانب على الجانب الآخر كان فيه عمليات بدأت العمليات الإرهابية تنفذ على الأرض من قبل هذا التنظيم الإرهابي وكان فيه بقرة إرهابية موجودة اللي هي بقرة ربعة العدوية اللي كان فيها كل تنظيمات الإرهابية اللي كانت موجودة وحلفائهم موجودين في ربعة بجانب طبعا اللي كانوا متواجدين في سيناء واللي دعمتهم من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي وتحالف مع تنظيمات إرهابية كبرى على مستوى العالم زي القاعدة وخلافه وتم وصولهم إلى سيناء ودخلوا إلى سيناء طبعا بدعم من التنظيم الإرهابي إذا كان فيه أزمة داخلية في مصر شديدة جدا على الجانب الآخر على المستوى الخارجي تم طبعا لو شفنا كانت علاقات المصرية متوترة مع كل دول العالم يعني الاتحاد الأفريقي تم تجميد عضوية مصر الولايات المتحدة الأمريكية منع التصدير السلاح اللي احنا كنا شارعينه رفضت أنها تسلمه لنا بلعد الدول للتحدي الأوروبي كان فيه مواقف متشددة ضد الدولة المصرية لكن مصر قدر الشعب المصري زي ما نزل وتحدى هذا التنظيم الإرهابي هو تحدى العالم كله على الجانب الآخر نزول وتحدى التنظيم الإرهابي أنا أستطيع أن أتحدى العالم كله وننقف أمام هذه اللجمات الإرهابية وقف واعيد بناء بلدي مرة أخرى ولهذا السبب منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت أول مقطة أثبتت أن الشعب المصري لن يترك بلده وهيقف وهيصمم على إعادة بناء بلده في حفر قناة السويس وتجد أن المواطنين قدروا أنهم يلموا 64 مليار جنيه اللي هو قيمة حفر هذه القناة في أسبوع واحد فقط ده أكبر دليل على أن الشعب المصري كان مصمم على إعادة بناء بلده وأنه هو يستمر في بناء بلده رغم أيضا العمليات الإرهابية ورغم التهديد الكبير اللي من كل المواقع صحيح طيب يا ده يجعلنا نقول أن حجم المشروعات ومجهود اللي بيتم على الأرض يشيل إلى أن تنفذها توأمة بين رؤية قائد وثقة تامة من الشعب المصري في إدارة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادته لزمام الأمور هو عايز أقول لحضرتك على حاجة هو الرئيس عبدالفتاح السيسي كان له رؤية واضحة في إعادة بناء الدولة المصرية ولكن هنرجع الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى وزارة الدفاع في 12 أغسطس 2012 هو تولى وزارة الدفاع في أخطر وقت تمر بيه الدولة المصرية أخطر وقت بالفعل يعني على كافة المستويات إحنا بس عشان بننسى يعني لو الذاكرة راجعت بنا إحنا كنا بنروح وإحنا المروحين بيوتنا بنخاف نفتح الإزاز العربية وإحنا ماشيين بنطلع نص على عربياتنا تحت البيت موجودة ولا مش موجودة ففي أصعب موقف هذا الموقف اللي هو كان فيه الدولة زي ما إحنا شايفين كان فيه انقسام داخل الدولة كان فيه أزمات حقيقية داخل الدولة على الجانب الآخر أن القوات المسلحة محتاجة إعادة تأهيل وإعادة بناء مرة أخرى فبالفعل كان هناك الرئيس تولى وزارة الدفاع في أصعب وقت تمر به الدولة المصرية واستطاع أن يعبر هذه الأزمة بسلام وعندما تولى الرئيس حبد الفتاح سيسي مسؤولية البلاد كان له رؤية واضحة وصريحة هذه الرؤية الواضحة وصريحة هو إعادة بناء الدولة المصرية وزي ما قال قال إن إحنا هنبقى قد الدنيا وبالفعل كان ليه البرنامج وأعلن هذا البرنامج منذ البداية على المشروعات القومية اللي هيتم إعدادها وهيتم بناءها داخل الدولة المصرية من أجل نقلة نوعية حقيقية حدث تحدث في الدولة المصرية بمعنى إيه بمعنى إن كل المشروعات وزي ما أكد سيادة الرئيس أكتر من مرة ما كانش فيه أولوية إنه هو يبدأ في مشروع ويستنى على مشروع تاني لأن كل المشروعات كلها أولوية بالنسبة للدولة من حيث الطاقة من حيث الزراعة من حيث البنية التحتية اللي كانت منهارة داخل الدولة بالكامل فما كانش فيه أي مشروع منهم أولوية على المشروعات الأخرى المشروعات الصحية كلها كانت أولوية بالنسبة للدولة المصرية فبدأت الدولة في العمل في كل تلك المشروعات في نفس الوقت وعلى الجانب الآخر أن الشعب أيضا كان مصر على إحداث هذه المشروعات وتنفيذ هذه المشروعات في توقيتات الزمنية محددة يعني توقيتات إعجازية فعلا ده يخلينا يعني كثيرون يتساءلون عن سر العلاقة الخاصة ما بين الشعب المصري ومؤسساته الوطنية وبين الشعب المصري وقوات المسلحة والشرطة هو عايز أقول لحضرتك على حاجة فيه ثوابت عند الشعب المصري هتجده في أي طائفة من أقصد واحد لأكبر رؤية أخيص فعلا لسر هذه العلاقة الشعب والجيش والشرطة مؤسسات السبتة هتلاقي يقين عند كل مواطن محدش يقرب من القوات المسلحة أو الشرطة المصرية محدش يقرب يحاول يهاجم القوات المسلحة لهذا السبب ليه لأن في كل بيت مصري هتجد فيه إما جندي إما ضابط إما شهيد إذن القوات المسلحة والمواطنين المصريين والشرطة هم لحمة واحدة لن تتغير على مدى التاريخ وده ما يميز الشعب المصري عن أي شعب في العالم وما يميز أيضا الجيش المصري عن أي جيش في العالم لأن الجيش المصري لديه عقيدة مش موجودة في أي دولة في العالم مهما كانت هذه الدولة هو جيش وطني يحافظ على مؤسسات الدولة يحافظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل وهو ده اللي احنا شفناه وتم تنفيذه بالفعل أن الجيش حافظ على الأمن القومي المصري بمفهومه الشامل وأنه قدر يعيد البناء الدولة بجانب أيضا الشعب المصري وبجانب مؤسسات الدولة إذن هذه العلاقة علاقة تاريخية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن حد يعبس بها لأن ده من أهم ثوابت للدولة المصرية ومن أهم ثوابت أيضا الشعب المصري هو الحفاظ على مؤسسات الدولة وبخاصة القوات المسلحة والشرطة المصرية لأنه يعلم جيدا الشعب المصري أن الحامل لهذا الشعب هو القوات المسلحة وعايز أقول لحضرتك ووضح نقطة مهمة جدا أن الجيش أيضا وأن الشعب يعلم جيدا التضحيات اللي قدمتها القوات المسلحة خلال العشر سنوات الماضية مش في حفظ الاستقرار فقط ولكن في محاربة ومكافحة التنظيمات وجماعات الإرهابية اللي استوطنت في أرض سيناء وبالفعل الجيش قدم أكتر من 3000 شهيد وفي 12000 مصاب جراء العمليات العسكرية اللي تمت في سيناء يعني أنا شايف أن دي ملحمة محدش يعني مفيش دولة قادرة على تنفيذ هذه العمليات العسكرية بهذه الاحترافية زي ما قدر ينفذها الجيش المصري خلال السنوات الأخيرة والتضحيات اللي قدمها طبعا والتضحيات دي اللي قدمها دي بناء برضو على تصريحات من الرئيس عبدالفتاح السيسي وقتا كان وزيرا للدفاع وقال أن طلقات الرصاص اللي بتخرج من الإرهابيين هتلقاها جنود وضباط القوات المسلحة نيابة عن الشعب المصري وهو ده اللي احنا شفناه حصل خلال العمليات الإرهابية سيد الرئيس تحدث خلال كلمته بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيوم عن دايما شيء بيحب سيد الرئيس يأكد عليه وهو أن البطل الحقيقي لهذه المرحلة هو الشعب المصري وأن الرهان على الشعب المصري هو الرهان الكسبان طوال الخط وأن التلاحم الداخلي هو مفتاح السر لتقطي أي مشكلات تواجه الدولة المصرية نقف أمام هذا المعنى وتأكيد سيد الرئيس في كلماته المتتالية بالحفاظ على وحدة الداخل وبتوجيه التحية للشعب المصري اللي خرج في 30 يونيو واللي مستمر في مسندة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة هنبني دولة من أول وجديد دولة كانت كتير من بنياتها الأساسية متهلكة كتير كانت متأخرة عن دول كثيرة في المنطقة النهاردة احنا بنبني دولة بمفهوم مختلف هو طبعا احنا بنبني دولة بمفهوم مختلف والشعب المصري زي ما قلت لحضرتك لما خرج في 36 كان عارف التحديات اللي وجهته وكان عارف التحديات اللي قدامه قديه لكن هو استمر في مسيرته استمر في دعم مؤسسات الدولة استمر في دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تنفيذ هذه المشروعات القومية الكبرى طبعا احنا لو شفنا خلال العشر سنين اللي فاتوا هناك يعني العديد من المشروعات القومية لكن المشروعات القومية دي عادت على المواطنين بالنفع في كافة المستويات لهذا السبب ان الشعب مستمر الشعب يقف شايف على الأرض حجم الإنجازات اللي تمت يعني لو شفنا مثلا في مجال واحد زي مجال الصحة مثلا القضاء على فيروس سي المصر كانت من أوائل الدول اللي كان عندها هذا المرض لكن تم القضاء عليه القضاء على قوام الانتظار تقديم الخدمات الطبية التأمين الصحي اللي في المحافظات إنشاء المستشفيات كل ده طبعا قدرت الدولة المواطن شايفه وحسه فالرهان دايما على الشعب الرهان دايما على الشعب هو الرهان الكسبان لأن الشعب هو اللي بيحقق المستحيل الشعب رغم الأزمات الاقتصادية العالمية وزي ما قال سيادة الرئيس إنه كان بيراهن على إن الشعب مش هيقدر يعني مش هيتحمل الأزمات الاقتصادية الكبرى لكن الشعب تحمل ليه لأن الشعب شايف ما يتم من إنجازات على أرض الوطن الشعب بيساند الدولة وبيساند الحكومة في تحقيق كل ما هو إنجازات على الأرض طبعا من خلال بقى المشروعات القومية شايف المجهود اللي بتم على الأرض وهو شايفه يعني ما فيش محافظة بتروحها لما فيها شغل فيها مجهودات فيها مناطق صناعية فيها فيها هو كمان شايف حاجة إن المواطن أصبح رقم واحد عند الدولة بمعنى إيه؟ بمعنى وده كان من المشروعات المهمة جدا القضاء على العشوائيات ودي من أوائل المشروعات اللي تم تنفيذها العشوائيات للأسف شديد كانت قفة في جسد المجتمع المصري مش كما أماكن سكنية غير آمنة بينتج عنها أمراض للمواطنين وفيه سرقة تهربة وسرقة مياه وخلافه لا السلوك داخل هذه المناطق كان سلوك عشوائي يؤثر بشكل كبير على المجتمع على الأمن المجتمعي داخل الدولة كانت بينفذ من خلالها هذا الفكر الإرهابي المتطرف إنه هو يقدر يوصل لهذه الأماكن الغير آمنة ويبتدي يسعى إلى تغيير الفكر اللي موجود لدى الشباب لكن الدولة قدرت إن هي توصل لهذه التجمعات وتغيرها وتبني مجتمعات آمنة للمواطنين ويتم نقلهم إلى هذه التجمعات يقدر يوفر لهم بعد كده حياة آمنة يقدر يغير من سلوكهم من السلوك العشوائي إلى السلوك الحضري الأجيال الجديدة اللي بتخرج من أبناء تلك المناطق إنه هو موجود في منطقة آمنة يقدر يمارس الرياضة في مركز الشباب يقدر يطلع مواهبه اللي موجودة في المراكز الثقافية وخلافه اللي موجودة في المراكز ما كانتش حياة أصلاً يعني كان اللي بيزور كان يوزور أماكن غير مخططة والأماكن العشوائية ما كانتش حياة خالص يعني ما كانش فيه حياة ما كانش فيه لا حياة ولا أمن ولا حتى خصوصية في هذه الأماكن لكن زي ما بقول لحضرتك انت غيرت وعي هذه المنطقة بالكامل عدت بناء شخصية المواطن المصري اللي كان موجود في المناطق العشوائية دي يبقى موجود في مناطق آمنة وهو ده اللي احنا بنقوله إن الجمهورية الجديدة بتغير من فكر المواطن بتغير من وعي المواطن بتغير أيضاً من سلوك المواطن للسلوك الصحيح طيب هناك نقطة هامة أيضاً تحدث عنها سيد الرئيس عبدالفتاح سيسي في خطابه تتعلق بجيل الثلاثين من يونيو سيد الرئيس ققال هو الجيل الأقدر على تحمل مسؤولية بناء الأوطان أو البناء الوطن هلاك شايفة هذه العبارات زي وترجمتها على أرض الواقع فيما تعلق بنواب نواب المحافظين طوابط جيل الثلاثين من يونيو في أكثر من مؤسسة ومؤسسات الدولة خلي بال حضرتك إن كان وقود هذه الثورة الشباب لأن الشباب خاف على بلده وخاف على هويته وخاف على مستقبله اللي كان بينظر إليه لهذا السبب منذ أن تولى الرئيس عبدالفتح السيسي وهو بيولي اهتمام كبير جدا بالشباب يعني بيديهم اهتمام كبير وهو ده اللي احنا شفناه بداية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب شفناه بعد كده المؤتمرات الشباب اللي بيتم الدولي بتنبي تنسيئية وتنسيئية شباب الأحزاب وأن الرئيس دايماً بيتحدث مع الشباب وبيشرح أبعاد كل المواقف السياسية الداخلية والخارجية للشباب أيضاً إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب والعمل على تدريب وتأهيل عدد كبير من الشباب شوف شايفين دلوقتي في عدد من مساعدين المحافظين ونواب للمحافظين وللوزراء كلهم من الشباب لأن الشباب ده هو وقود المرحلة المقبلة هو اللي هيقدر يبني للدولة والجمهورية الجديدة هو اللي شاف بنفسه هذا الشباب شاف بنفسه الدولة وهي كانت بتحاول جماعة أن هي تسرقها منه وتسرق مستقبله وتسرق كل أحلامه وكل طموحاته لكن قدر هذا الشباب أنه هو يخرج ويخرج لتلاتين ستة وبعد تلاتين ستة هو بيعيد بناء بلده عايز أقول لحضرتك على حاجة في كل المواقع هتجد أنه هو الشباب هو اللي بيقود يعني المشروعات اللي الرئيس بيروح يفتتحها أو بيروح يزورها حتى في الإنشاء الطرق والكبار هتجد أن المهندس اللي وقف يشرح للرئيس أحد شباب المتميزين طبعا كل الشباب المتميزين ده أحد الشباب المتميزين فرص العمل اللي بتقدمها الدولة للشباب أنه هم وقفين في المقدمة الشباب اللي ضحوا بأروحهم في سبيل الدولة المصرية في سينة وفي مواقع أخرى من رجال القوات المسلحة دول زينة شباب مصر ودول فعلا التاج المصري أنه هم الشباب بيضحي في سبيل بلده إذن يجب على فالدولة قدرت أن هي توفر كل إمكانياتها من أجل الشباب من أجل إجاب مستقبل أفضل للشباب أشكرا جزيلا شكرا تكيد هي أيام للتاريخ تضاف إلى التاريخ المضيء الذي كتبه هذا الشعب العظيم كل التحية لضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي كل عام حرد خير عيد الأطحى المبارك و30 يونيو يا رب إن شاء الله دايما مصر في أعياد وفرحة شكرا جزيلا شكرا